كيف تقيم الدور التركي مع الثورة السورية؟ طبيعي في أول الثورة أنا أعتبر أن الثورة هي ثلاثة شهر الأوائل هي فعلا كانت ثورة رفعت شعارات العدالي في مواجهة الظلم الديمقراطية في مواجهة الاستبداد والشمولية الشعب السوري واحد إلى آخره إذن كانت هذه الشعارات كانت تؤسس لحمل برنامج وطني يعيد إنتاج الفضاء الوطني في مواجهة النظام وبالتالي حتى يعني الشعارات اللي كانت تنطرح أن الثورة السورية هي ثورة الشعب السوري ليست تحت أي مضل قومي أو ديني أو يعني غير مخطوفي القصد هي ثورة السوريين جميعا السلمية اللي كانت هي مضرب مثل وفعلا كانت رائعة جدا كل عنف النظام ويقتل الناس بالشوارع والقناصة تقتل الناس بالشوارع والخمس تشفر لوائل ما في كان ولا أبدا من كسر باللور بالشارع كان الممارسة السلمية للعمل الاحتجاجي كانت رائعة جدا وتدل عنوعي كانوا عبيقودوا مجموعة كتل مدنية عبيقود هذا الحراك هذه الكتل المدنية كان النظام يشعر أنه الخطر منها لأنه هي التي يمكن أن يعني إذا فيما إذا تطورت تشكل البديل وأي نظام حينما يتشكل بديل وسيرحل لكن أي نظام إذا لن يتشكل بديله بيبقى نعم يعني طالبان رجع أفانستان لأنه فيه له بديل فبديل هذا النظام الاستبداد الشمولي بديلوا رؤية يعني رؤية برنامج وطني إنتاج برنامج وطني يعني حضاري مفتوح على الديمقراطية كل هذه المسائل اللي كان فيه إمكانية أن يؤسس إليه إجوا طبعا النظام مو غريبي اللي كان أكثر من 65% من المساجين السياسي نهاية 2011 كانوا هني من الكتل المدنية وغالبية الناس اللي ماتوا تحت التعذيب كلهم من الكتل المدنية يعني بس عوضا للنقطة التركية ألا بدي إطلع للنقطة التركية بالتالي إجا الإخوان المسلمين على فكرة لم يكنوا منتمين للثورة من الأول الإخوان المسلمين في 2008 وقفوا نشاطهم ضد النظام لمواقفوا قالوا هذه المواقف المشرفة اللي بنحرب غزة وبدأوا بوسطات على أساس إلغاء القانون التسعة وأربعين وإلى آخره يعني في مطالبات محدودة النظام كانت تركية تقوم بهذا النظام ما وافق بدي اختصر ما ادخل لأنه فيه كثير ممكنين حكى فيها إجا رياض الشق فيه بألفين وعشرة جدد يعني طلب من تركيا أن تجدد يعني وساطاتها حتى يكون في حل يعني شكل من الحل بين الإخوان المسلمين كتنظيم بدأت ترجع الناس عبيوتها بدأ كذا لكن النظام ما أبدا يعني كان ما عطى أي ضوء أخضر بهذا الاتجاه وما بدوا ييصالها قامت الثورة الإخوان المسلمين ما كانوا مع الثورة لثلاثة شهر أربعة شهر وللشهر السابع عم العقد ومؤتمر ببروسل فاتطورت المطالب وإجت تركيا تركيا يوم من قامت الثورة السورية وقام الربيع العربي تركيا فكرت يعني أو كان عندها طموح انبعثت العثماني الجديد عند أردوغان ويعني الحكومة التركية بأنه هاي المنطقة يجب أن تكون كلها إسلام سياسي أولا تقوى تركية بالنسبة لحالة تنفسية بين المشاريع بين الإيراني والإسرائيلي لأنه العرب ما عنده المشروع والتركي وثاني شيء بتقوى على المستوى العالمي هي المنطقة كلها إليها فدعمت فعلا لإسقاط النظام بالأول طبيعي يوما بدأت الثورة إيجا ظلوا يمكن سبع ساعات آخر اجتماع وزير الخارجية التركي على أساس أنه يكون شركاء في الحكم النظام السوري رفض فبالتالي حدثت القطيعة صار التدخل الروسي تركيا تعتبر أنه المنطقة هذه إليها وبالتالي هي منطقة إسلامية ويجب أن تكون الثورات إسلامية ويجب أن تكون الثورات يعني هي تحت رعيتها وتحت ويسايتها يعني تتوقا مع النسعة العثمانية القديمة منلاحظ أنه يوم أن دخلت روسيا يوم أن أسقطت طائرة تركية لا تقول لروسيا أنه نحن هون والمنطقة إلنا فلذلك يعني أنا بتصور أنه يوم أن يجو الأخوان المسلمين في هاللحظة دخلوا بالثورة بدل أن يعزز ويعمقوا على الجذر السياسي لمفجر الأحداث وهو بين مغالبيت الشعب السوري المقهور نعم وبين نظام يعني نظام استبداد يفاجر وقاتل ودموي لذلك قالت حق الأكثرية بالحكم من الأقلية النظام كان بيعرف تماما أنه كيف بده هذه الكتلة البشرية الهائلة اللي نزلت ضده كيف بده يحرفها المعارضة لن تستطيع من إجهة المعارضة السياسية بعد انتهاء الكتلة المدنية بدل أن يعني تبني فضاءا وطنيا سوريا في مواجهة النظام جاءت وقالت حق الأكثرية بالحكم وبالتالي أعادت إنتاج المواجهة على خطوط الانقسام الطائفي والديني وبالتالي السوريون السوريون لن يستطيعوا أن يشكلوا برنامجا وطنيا شاملا قادرا فعلا أن يكون فيه بديلا بديلا عن برنامج النظام وبالتالي يبدو أن الهوية السورية كانت ضعيفة يعني أن تكون هي الحالة الجامعة والأرضية التي ينطلق منها السوريين لذلك عمليا بعشرين ثانية بعشرين ثانية بعشرين ثانية من غلب إسلاميته على سوريته انتهى بتركيا من غلب الحالي العرقي أو قوميته الاتجاه القومي انتهى بشرق الفرات وبالتالي النظام انتهى بإيران وبالأساس هي إيران كانت ركيسي من ركاز اللي بناها النظام لبقاؤه ترجمة نانسي قنقر